عود مرة أخرى إلى ضيفنا العزيز الباحث السياسي سامر إخلي وسيد سامر كنت سألت حضرتك إن كنت تسمعني الآن بشكل جيد عن كيف ستتعامل ليز تراس مع المشاكل والضغوط الداخلية في حزب المحافظين نعم في البداية مساء الخير لك وللساعد المشاهدين أهلا وزالك يعني هناك تراكمات كثيرة سواء على صعيد حزب المحافظين الذي يشهد انقساما غير مسبوك أو على مستوى المشاكل التي تحصل هنا في بريطانيا أو على مستوى مشاكل العالم يوم أمس سئلت هذا السؤال خاصة عن ارتفاع الفواتير كيف ستعالج هذا الأمر فأجابت بأنه خلال أسبوع سوف تعمل على حل هذا الأمر أيضا هي أعلنت بشكل مسبق بأنها سوف تعمل على خفض الضرائب وهذا ما تناقض كثيرا مع سوناك الذي رفض خفض الضرائب وكان يدعو إلى خفض التضخم أيضا كما ذكرنا هي تم انتخابها الآن في قمة المشاكل التي تعانيها بريطانيا هناك العديد من المشاكل ولكن هل كان متوقع أن يتم انتخاب ليزي تراس؟ نعم كان متوقع بشكل كبير وتوقعنا ذلك وقلنا ما لم تحدث معجزة فهي سوف يتم انتخابها خاصة بأنها تحظى بتأييد كبير من داخل حزب المحافظين وأيضا سوناك كان يحظى بقدر ولكن ليس بالقدر الذي كانت تحظى به تراس فكان فوزها أمر متوقع وحتى في المناظرات التي جرت بين المرشحين كان هناك أيضا تأييد متزايد لليزي تراس حيث كان يتوقع الجميع بأنها سوف تفوز ومن خلال المناظرات التي حصلت مع سوناك كانت هناك وجهة نظر ورؤيتها للحل للعديد من الأمور سواء هو داخل بريطانيا أو خارج بريطانيا ولكن ما أريد قوله أنه يعول عليها الآن من خلال حزب المحافظين لكي تقود الحزب ليس فقط لحل المشاكل ولكنها أيضا لكي تقود الانتخابات بعد سنتين من الآن بالضبط يعني سيد سامر الكثير من استطلاعات الريح بالضبط أشارت إلى انخفاض شعبية حزب المحافظين وارتفاع شعبية حزب العمال يعني كيف ستتعامل ليس تراس مع هذه المشكلة وهذه الأزمة التي يمر بها الحزب يعني هذا يعتمد على الخطط التي سوف تضعها تراس سواء في الداخل البريطاني وكيف ستعمل على لملمة حزب المحافظين وإعادة توحيد حزب المحافظين وأعتقد أن هذا يحتاج وقت طويل وليس بالأمر البسيط بالنسبة لتراس لكي تقوم به لذلك هناك صوت آخر يتداخل تفضل نسمعك سيد سامر هناك صوت آخر يتداخل سيد سامر نسمعك بوضوح تفضل كما ذكرنا هناك مشاكل كثيرة تنتظر تراس وهذا كما قلت يعتمد على الخطط التي سوف تعتمدها وعلى الفريق الذي سيتم اختياره وعلى إنجاز هذا الفريق فهي قد تستطيع إنجاز بعض الأمور وحلحلة بعض المشاكل لأن هذا الأمر هام جدا لأنه يسبق الانتخابات البرلمانية القادمة لذلك أعتقد أن حزب المحافظين سوف يقف مع لتراس وسوف يدعمها من أجل وحدة الحزب ومن أجل الفوز بالانتخابات القادمة وكما ذكرت لك هذا ليس بالأمر السهل الكثير من السياسات البريطانية الخارجية سيد سامر تغيرت في السنوات الماضية لعل من أبرزها ملف البريكزيت نعم هذا صحيح هناك تغيرات كثيرة ولا تزال هناك تبعات لبريكزيت خاصة خلاف إيرلندا الشمالية وأيضا هناك تغيرات على الساحة الدولية أنا أعتقد هناك استمبرار لسياسة جونسون في بعض الملفات مثل ملف أوكرانيا حيث وعدنات تراس وأيضا سوناك أعلن أنهم سوف يستمرون بدعم أوكرانيا ضد الغزو الغزو الروسي أيضا في موضوع الصين هناك أيضا تشابه ما بين المرشحين وهناك أيضا موقف واضح وثابت من تراس التي كانت في السابق تتحدث بلهجة مختلفة عن الصين الآن هي تتحدث بلهجة مشددة مع الصين وهي تتواكب مع التصريحات ومع التقارب الأمريكي خاصة اتجاه الصين أيضا هناك ملفات دولية أيضا تشهدها خاصة الموضوع الغاز والطاقة الذي تعاني منه أو ربه يعاني منه العالم وأيضا موضوع الغلاء وموضوع الغذاء كل هذه ملفات دولية شائكة ظهرت في الأشهر الماضية وهذا أيضا ما ينعكس أيضا على بريطانيا لذلك كما ذكرنا الأمر ليس فقط فيه وداخلي بل أيضا هو أمر دولي ولكن سيد ثامر نتوقف عند نقطة الدعم البريطاني لأوكرانيا هل تراس ستتبع نهجة بوريس جونسون في تقديم كل هذا الدعم لأوكرانيا أم أن سيكون هناك اختلاف في هذه المعادلة لا بالتأكيد لا يوجد أي اختلاف بل أعلنت بشكل واضح وجلي أنها سوف تستمر بسياسة دعم أوكرانيا وسوف تستمر مع الاتحاد الأوروبي في وقف التمدد بوتين في أوروبا وأيضا صرحت بأنها سوف تعمل مع الاتحاد الأوروبي في معالجة موضوع الطاقة وأزمة الطاقة وموضوع الغذاء وأيضا بالنسبة لجونسون هو شكر ليز تراس في آخر جلسة برلمانية وأعلن أنه يؤيد فطة تراس في موضوع الخفض الضرائب شكرا جزيلا لك سيد سامنة إخليو الباحث السياسي كنت معنا من لندن على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر